تحذير كويتي عالي المستوى من استمرار الصراع في اليمن التحذير جاء على لسان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال كلمته في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأحد بمدينة الدرعية السعودية إن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا للمنطقة بهذا الوضوح وضع أمير دولة الكويت الحرب الدائرة في اليمن في السياق الصحيح بعد أن كادت هذه القمة أن تبقي عليها شأنا ثانويا عبر التركيز فقط على الجوانب الإنسانية وأوجه الدعم الإغاثي والإنساني والاقتصادي المقدم لليمنيين منذ اندلاع الحرب قبل أربعة أعوام استحوذت التطورات اليمنية على خمسة بنود من بيان القمة الذي تضمن 72 بندا لكنها بقيت تدور في المضمون المتكرر نفسه في كل القمم والمواقف الخليجية بشأن هذه التطورات حيث يجري التأكيد على دعم الحكومة الشرعية وتأييد جهود المبعوث الأمم والحرص على الوصول إلى الحل السياسي المنشود في اليمن القائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لا تأتي أهمية كلمة أمير الكويت من كونه الرئيس السابق للقمة بل من الصلة العميقة لدولة الكويت بالأزمة اليمنية وهي التي استضافت جولتين من المشاورات واستجابت كما أوضح أمير الكويت لمطالب المبعوث الأممي بتقديم الدعم اللوجستي للمشاورات الجارية حالياً في مملكة السويد أكدت القمة الخليجية التي انعقدت على خلفية من استمرار الانقسام غير المسبوق الذي يهدد بتفكيك هذه المنظومة الإقليمية أكدت على الاستمرار في دعم المشروعات التنموية في اليمن والتي تجاوزت قيمتها 11 مليون وخمسمائة مليون دولار بحسب ما جاء في البيان تطغى على اهتمام البلد المستضيف لهذه القمة المخاوف من استمرار تهريب الأسلحة إلى الحثيين التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر كما جاء في بيان القمة وهي العناوين التي تحجب القضايا الجوهرية المحركة للصراع الدائر في اليمن وهي القضايا المتصلة بالانقلاب متعدد الأوجه وبتطلع اليمنين إلى استعادة دولتهم الاتحادية الديمقراطية متعددة الأقاليم